النهاردة انا حابب اكلمكو عن اربع ممارسات احنا بنعملها غلط للبشرة وبنعملها يوميا غلط والحقيقة هي بتضر اكتر ما بتفيد انا اسمي الدكتور محمد مونجي ودي سكنفلكس سكنفلكس هي اول قناة سينمائية التصوير بتقدم محتوى طبي في كل ما يخص الجلدية والتجميل والعناية بالشعر والليزر والبشرة وزي ما قلتلكم حلقة النهاردة عن اربع ممارسات احنا بنعملها يوميا غلط فاكرين انها مفيدة للجلد وهي في الحقيقة بتضر الجلد هنقول ايه هما الاربع حاجات دول واحدة واحدة وايه الغلط اللي بيحصل في كل مرحلة فيهم وازاي ان احنا نصلح الكلام ده وازاي ان احنا نعمل ممارسات صحيحة اول مشكلة معانا النهاردة او اول ممارسة احنا بنعملها غلط هي اكسفولياتينج ديلي يعني ايه يعني انا بستعمل اكسفولياتيف يوميا الاكسفولياتيفز اللي هي المقشرات المقشرات دي بتبقى عبارة عن مواد او مستحضرات تجميل احنا بنشتريها بنقشر بيها الوش سواء بيبقى فيها مواد فيزيكل عاملة زي الرملة بتقشر الجلد عن طريق الفريكشن او الاحتكاك وفيه اللي هما الكميكال اكسفوليتيف اللي هما كاميكالي بيكوا الجلد أو هما بيشيلوا الطبقة الميتة اللي فيه الحقيقة إنهن احنا مفروض نستعمل الاكسفوليتيف ده يمكن مرة في الأسبوع ونكتفي بس بالكلانزرز أو اللي هما الغسول اللي احنا بنستعمله يوميا لأن الغسول ده بيبقى سبيسيفيك للبشرة بتاعتي فيه غسول للبشرة الحساسة فيه غسول للبشرة الدهنية فيه غسول للبشرة اللي بيصيبها غمقان فيه غسول للبشرة الجافة فكل نوع من البشرة ليها الغسول بتاعها استعمال ده يوميا مرتين في اليوم أحسن ألف مرة من أنا أستعمل يوميا اكسفوليتيف تاني حاجة إحنا بنعملها غلط في الجروتين اليومي بتاعنا هي إن إحنا بنحط طابقة موستيرايزر أو مرطب تقيلة الفاكر بتاع إن أنا كل ما زود طابقة الموستيرايزر بتاعي أو المرطب بتاعي تبقى أتقل أو تبقى أكتر ده هيرطب الدنيا أكتر الحقيقة ده اعتقاد خاطئ ليه؟ لأن إحنا لازم نفرق كويس ما بين هيدريشن يعني ترطيب والأويل أو الجريس اللي هو اللي بيبقى سيكريتد من البشرة بتاعتنا يعني الإفرازات الدهنية اللي البشرة بتفرزها علشان خاطر تحافظ على الجلو والنظارة بتاعتها دي حاجة وإن أنا أخلي البشرة فيها هيدريشن أو رطبة أو فيها مية ده مشكلة تانية أو ده موضوع تاني والحقيقة لازم نبقى مفرقين ما بين الاتنين ليه الكلام ده مهم؟ علشان خاطر لو أنا حطيت طبقة تقيلة من الموستيرايزر بتاعي ده الموستيرايزر التقيل هيسد المسامات بتاعت الجلد وبالتالي الإفرازات الدهنية هتتحبس تحت الجلد وده ممكن يزود لنا حاجات زي الأكني اللي هي الحبوب زي حب الشباب علشان كده استعمال مرتبات للبشرة الدهنية بتبقى مرتبات معينة علشان خاطر تكون ما بتسدش المسامات دي اللي احنا بنسميها نانكوميدوجينيك برودكت تالت مشكلة احنا كلنا بتواجهنا هي الفكر الخاطئ بتاع ان انا كل ما زود في خطوات الروتين اليومي بتاعي ده هيديني روتين افضل العناية بالبشرة وطبعا زي ما انتم عارفين احنا بيجينا دلوقتي ثقافات كتيرة بالذات من جنوب شرق اسيا من كوريا واليابان بالذات فكرة السيرامز وفكرة الشيتس او المسكات الورقية وكل الحاجات اللي هي بنعتبرها من بروتوكولات جنوب شرق اسيا للعناية بالبشرة وبروتوكولات بتاعتهم الحقيقة متولة جدا وفي منهم بيصل لغاية يمكن 15 خطوة للعناية بالجلد فقط الصبح قبل ما انزل وبينحطها بترتيب معين الحقيقة ان كتر الخطوات لما بتبقى في الروتين ساعات بتعمل ما احنا بنسميه بالاورلاب يعني ممكن ان انا اسgot اول خطوة في الروتين اليومي profe بحط باzo بعد كده parameter سيرام כالمي بعد كده اجي احط مبطبة للبشرة كده انا بحط كثير قوي على البشرة برضو بيبقى فيه مواد تانية بيبقى common او مشتركة في بعض الخطوات الروتين اليومي بتاعي عشان كده مهمة اوي ان انا ابقى عارف ايه بالزبط الخطوات ويكون تحت اشراف طبيب يقولك الخطوات دي ركبة مع بعضها ولا لا بمعنى ان انا لو باخد hydration للجلد من moisturizer ما ينفعش ان انا يبقى عندي غسول كمان للبشرة الجافة لان ده معناها ان الفرزات الدهنية بتاعت البشرة حتزيد اوي ان response للموستيرايزر الكتير اللي احنا بنحطه ده او للكلانزر اللي هي الغلط اللي احنا بنحطه علشان كده مهمة ان انا ابقى عارف ان الخطوات الروتين اليومي بتاعتي مش بكتر عدد الخطوات بالعكس انا محتاج ايه محتاج حماية من الشمس الصبح محتاج تنظيف للبشرة يعني cleansing محتاج hydration يعني موستيرايزر او ترتيب لو انا عندي الثلاث حاجات دول في الروتين بتاعي اليومي كفاية جدا ومش لازم ان انا ازود في الخطوات الا لو انا عندي المشكلة محتاجة عينية او محتاجة اشراف طبيعية رابع ممارسة احنا بنعملها غلط وفاكرين ان احنا بنعملها صح هي كثرة غسل الوجه يعني فيه ناس فاكرة بالذات اللي عندهم البشرة الدهنية فاكرين ان انا كل ما اخسل وشي كزا مرة في اليوم يعني لو غسلت مشي خمس ست مرات في اليوم ده هيخلي الافرازات الدهنية اللي في الجلد تقل الحقيقة اللي بيحصل هو العكس ليه اللي العكس اللي هو اللي بيحصل لان كتر ما بخلي غسيل الوجه باستمرار 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 على طول انا بخلي البشرة جفة على طول بنشف فيها على طول بنشف فيها فالبشرة اوتوماتيكلي كرسبونس للموضوع ده البشرة بتحاول تحافظ على نفسها وبتحاول تحافظ على نفسها من الجفاف فالجلد بيفرز كميات كبيرة جدا من او من الافرازات الدهنية اللي احنا بنتكلم عليها دي الافرازات الدهنية دي لما الجلد بيفرزها بتبدأ تزيد وبيبدأ يزيد معاها المنظر بتاع حب الشباب والحاجات دي خصوصا لو احنا بنيجي نستعمل في غسل الوجهنا مواد غلط او مواد بتسد المسامات بتاعة الجلد لو بشرة دهنية لازم احط الغسول بتاع البشرة الدهنية وما استعملوش اكتر من مرتين في اليوم لو بشرة حساسة في برودكس كتير جدا دلوقتي للبشرة الحساسة كغسول وكمويستيرايزر وكاكسفوليتف كمان فكل الخطوات اللي احنا محتاجين نعملها مهم ان احنا نعملها من غير كثرة عشان كده غسل الوجه كذا مرة في اليوم ممكن يكون مضرر للبشرة ودلوقتي بعد لما عرفنا ايه الاربع ممارسات او الحاجات اللي احنا بنعملها يوميا غلط وليه الخطوات دي كانت غلط وايه الصح بتاعها كده اكون حاولت ان انا اخلي لكم المعلومات تكون مفيدة وتستفيدوا جدا من اللي احنا بنقوله في هذه الحلقة اتمنى ان تكون الحلقة دي بالنسبة لكم كانت مفيدة بليز قولولي كل تجاربكم الشخصية تجاربكم مع المنتجات ايه ممارسة كنت تفاكر انكم بتعملوها يوميا للعناية بالبشرة واكتشفتوا انها غلط عرفونا في الكمانت سكشن تحت وانا برحب جدا بالاسئلة اللي انتو بتسألوها لنا دايما على القناة وبحاول ان اجاوب عليها كلها فبليز ما تترددوش خالص في ان انتو تسألوني الاسئلة اللي انتو عايزين تسألوها وان شاء الله اشوفكم من الاسبوع القادم وما تنسوش تعملو سبسكرايب للقناة لان دا بيعرفنا ازاي نطور المحتوى بتاعنا اللي احنا بنقدمه لكم كل اسبوع شكرا جزيلا لكم